بسم الله الرحمن الرحيم في هذا المقطع سنرى أهمية استخدام الصور من نوع SVG عندما يطلب مني تصميم معين مثلا فمن الأفضل أن أبحث في محرك البحث عن الصور التي تخدمني بصيغة SVG فما هي مميزات هذه الصيغة؟ طبعا أنا أمثبت في جهازي برنامج الانكسكيب ولاحظوا هذه الصورة مثلا من نوع SVG عند تكبيرها فإنها تحتفظ بجودتها فلاحظوا أنا عملت زوم الآن إلى 500% جودة الصورة رائعة أما الصورة من نوع PNG مثلا وعند تكبيرها إلى 500% لاحظوا أنها تفقد جودتها الميزة الثانية يمكن في الصورة SVG عمل بعض التعديلات على تفاصيلها فمثلا الفم هنا يمكن أن أجعله من شخص سعيد إلى شخص حزين يمكن أيضا أن أغير في الألوان بهذا الشكل مثلا لاحظوا يمكن أن أغير في وضع اليد بهذا الشكل يمكن أن أغير في وضع الرجل وهكذا إذن هذا فقط في صيغة SVG أيضا للذين يصممون المقاطع المرئية في فيديو سكرايب عند استيراد صورة من نوع PNG نلاحظ أنه يخيرنا عدة خيارات نختار هذا الخيار مثلا طبعا نقلل الوقت إلى 5 ثواني مثلا ونستورد صورة أخرى من نوع SVG نفس الصورة نقلل الزمن الآن لاحظوا عند التشغيل هذا الفيديو هذا الـ PNG ولكن لاحظوا الـ SVG يرسم التفاصيل بدقة فإذن فيديو سكرايب يدعم SVG وقد سبق لي في مقطع سابق شرحت كيف أن صيغة SVG رائعة في سكراتش في الصور والكائنات تكون بجودة عالية مقارنة بـ PNG ترجمة نانسي قنقر